خلال أزمة كورونا أطلقت الحكومة برامج لدعم عمال المياومة والأسر الفقيرة التي تضررت من تداعيات الأزمة ونفذت هذه البرامج بإشراف من صندوق المعونة الوطنية فقد حصل الأردن على دعم من البنك الدولي بقيمة 270 مليون دينار لتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي للحديث عن المراحل التي قطعها صندوق المعونة في تنفيذ برامج الدعم وآلية اختيار الأسر المستفيدة من دعم البنك الدولي الجديد للأردن ينضم إلينا عبر سكايب مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاكب أهلا بك سيد عمر عند إطلاق برنامج دعم عمال المياومة في شهر نيسان الماضي تم الإعلان أن عدد المستفيدين بالبداية رح يكون 200 ألف أسرة لكن اليوم أعلنتم أن العدد هو 250 ألف أسرة كيف تم تحديد المستفيدين؟ بمعنى هل الرقم زاد بسبب تداعيات لم تكن في الحسبان مثلا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية نحب المساة عليك الستي وعلى جميع مشاهدي قناة رؤية الحقيقة أنه قام صندوق المعونة الوطنية بدور رئيسي ومحوري خلال الأزمة حيث وصلت خدمات الصندوق إلى ما يقارب من 30% من الأسرة الأردنية خلال هذه الأزمة كما هو معلوم أن الصندوق حاليا يستفيد من خدماته في مجال المعونات الشهرية حوالي 100 ألف أسرة تم إيصال المساعدات أو المعونات الشهرية إلى بيوتها خلال هذه الأزمة أيضا هناك حوالي 50 ألف أسرة تستفيد من برنامج الدعم التكميلي وأيضا تم إيصال هذا الدعم إلى مستحقي خلال أزمة على مرحلتين هناك جاء البرنامج الرئيسي الثالث الذي نفذته الحكومة من خلال صندوق المعونة الوطنية والذي جاء بناء على توجيهات من جرات الملك وهو برنامج دعم عمال الميامة والعاملين بالشكل غير منتظم في البداية قررت الحكومة أن يكون العدد حوالي 200 ألف أسرة ولكن بعد بداية أو إطلاق البرنامج تبيننا أن هناك عدد أكبر من المستحقين لهذا الدعم وبالتالي تم رفع عدد المستفيدين إلى ما يقارب من ربع مليون أسرة حاليا الأسر التي تستفيد من هذا البرنامج تقريبا حوالي ربع مليون أسرة تم تنفيذ المرحلة الأولى أو صرخ الدعم للشهر الأول والشهر الثاني وإن شاء الله قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين على أكثر سيتم صرخ الدفع الثالث نعم إذن بعد خمسة أيام تقريبا تنتهي المرحلة الأولى ليس كذلك؟ نعم بالضرط ما هي مصادر الدعم كانت في هذه المرحلة؟ مصادر الدعم جاءت على أو من ثلاث مصادر المصدر الرئيس الأول هو تحويل من صندوق همة وطن وصلنا حوالي 46 مليون تم تحويلها عن الشهر الأول والشهر الثاني أيضا هناك 10 مليون دينار من خزينة الدولة من الموازنة العامة تم تحويلها للصندوق وهناك أيضا 750 ألف دينار تم تحويلها من حساب الخير هذا مجمل لمصادر التمويل التي تم تنفيذ في المرحلة الأولى نعم اليوم أعلنتم سيد عمر أن إيجاد مرحلة ثانية لنقل من برنامج دعم عمال الميومة يعتمد على الوضع الوبائي في الأردن ماذا تقصدون بذلك؟ الستة جميع الخبراء الصحة يتوقع أن يكون هناك موجة ثانية مع بداية فصل الشتاء ونهاية فصل الخريف ممكن أن تكون الحكومة أنها تضطر لاتخاذ أي إجراءات للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وبالتالي ممكن أن يكون هناك عدم قدرة على أن أرباب الأسر يعملوا بشكل منتظم أو بشكل دائم وبالتالي لا بد من أن الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة هذا الاحتمال أفهم من كلامك سيد عمر أن المرحلة الثانية هي موجودة بجميع الأحوال يعني كلمة يعتمد على الوضع الوبائي لا وجودة لها خاصة وأنه كما تقول الجميع يتوقع عن موجة ثانية لكن تداعيات هذا الوباء تداعياته الاقتصادية هي كبيرة وكبيرة جدا وقد تمتد لسنتين على قليل كما يقول الخبراء نعم بالتأكيد صحيح لما تم تصميم هذا البرنامج أخذنا بعين الاعتبار أن تداعيات هذه الأزمة ستستمر لفترة طويلة قد تكون عام أو أكثر وبالتالي تم تقسيم هذا البرنامج على مرحلتين نتوقع أن المرحلة الثانية ستكون حسب الخبراء الصحة كما أسلفنا ستكون مع بداية فصل الشتاء وبذلك تم تحديد تنفيذ المرحلة الثانية مع بداية فصل الشتاء بحيث أنه فيما لو تم اتخاذ أي إجراءات لا سمح الله من قدر الحكومة إلها علاقة بعدم قدرة الأسر أو أرباب الأسر على العمل بشكل طبيعي فهناك تمويل أو برامج للحماية الاجتماعية ملتزمة فيها الحكومة بالتأكيد إن شاء الله سيتم تنفيذ هذه المرحلة لكن تحديد وقت هذه المرحلة جاء بناء على الخبراء أنه ستكون الموجة الثانية إن شاء الله ما أو إن شاء الله أنا ما تيجي طبعا إن شاء الله وهذا يستدعي سيد عمر البحث من الآن عن مصادر تمويل أليس كذلك؟ بالتأكيد وإحنا مصادر التمويل تم تحديدها من الدعم اللي سيقدم من خلال البنك الدولي وهذا جزء من الاستثمار إن شاء الله أو الاستثمار المبالغ التي سيتم تحويلها ستكون موجهة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم عمال الميوم نعم بالحديث عن البنك الدولي أعلن عن تقديم دعم بقيمة 270 مليون دينار للأردن بهدف تعزيز منظومة التكافر الاجتماعي تقديم مساعدات نقضية لحوالي 270 ألف أسر فقيرة في الأردن من سيختار هذه الأسر وكيف سيتم توزيع هذا الدعم؟ الستة الأسر يتم اختيارها من خلال نظام الاستهداف المعتمد في صندوق المعاونة الوطنية هذا الدعم سيوجه إلى أكثر من نشاط النشاط الرئيسي الأول توسيع نقاط استهداف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم التكميني حيث سيستفيد من هذا البرنامج حوالي 100 ألف أسر إن شاء الله مع بداية العام القادم حاليا يستفيد من هذا البرنامج حوالي 50 ألف أسر وبالتالي نتحدث عن مضاعفة هذا العدد إن شاء الله مع بداية العام القادم سيد عمر هذه الأسر هي التي تعرف على أنها أسر فقيرة أليس كذلك؟ بالطبع بالضبع لكن علي أساسية تم تعريف هذه الأسر خاصة وأن مؤشرات الفقر بالأردن لم تظهر بالكامل ستحنا لدينا نظام استهداف خاص ببرنامج الدعم التكميلي هذا النظام مبني على 57 مؤشر هذه المؤشرات هي التي تحدد مدى شدة حاجة فقر الأسرة ومدى حاجتها للدعم أو المساعدة وبالتالي نتائج قياس هذا البرنامج هي التي تحدد من هي الأسر التي ستستفيد من هذا البرنامج هذا البرنامج تم تنفيذه أو البدء بتنفيذه قبل حوالي عامين وبالتالي سإن شاء الله نوسع نطاط استهداف الأسر المستفيدة من هذا البرنامج لنصل إلى 100 ألف أسرة هذا البرنامج يرتب الأسر من الأشد فترا إلى الأقل فترا بتراتبية علمية دقيبة بحيث في المرحلة الأولى تم أخذ أفقر 50 ألف أسرة إن شاء الله بالمرحلة الثانية سنقوم بفتح باب التسجيل واختيار أفقر 50 ألف أسرة أخرى على سلم الاستهداف الناتج عن تطبيق هذا النظام نعم يعني أفهم من كلامك أن قاعدة بيانات الأسر الفقيرة توسعت خلال جائحة كورونا بالتأكيد كان لهذا الأزمة نعم نحن نعتقد أن الأسر التي تضررت وصل عددها تقريبا إلى ربع مليون أسرة وهي الأسر التي استفادت من برنامج الدعم التكميلي لا ننسى أن هناك أسر حاليا مستفيدة بشكل دائم من صندوق المعاونة الوطنية هذه الأسر عددها أكثر من 160 ألف أسرة تضاف إلى الربع مليون أليس كذلك؟ تماما وبالتالي نتحدث تقريبا عن مليونين مواطن استفادوا خلال الأزمة من برامج الدعم الحكومي التي نفذتها الحكومة من خلال صندوق المعاونة الوطنية هذه الشريحة تشكل حوالي 30% من إجمال الأسر الأردنية وبالتالي نتحدث عن شريحة واسعة استفادت من المساعدات التي أطلقتها الحكومة خلال هذه الأزمة نعم الرقم كبير صراحة سؤال سريع هل يستطيع من استفاد في أي من برامج الصندوق أن يحصل على دعم مرة ثانية؟ الآن الأسر استفادت من المرحلة الأولى من برنامج العمال الميومة إن شاء الله سنقوم بإعادة اختبار مدى حاجة هذه الأسر قبل تنفيذ المرحلة الثانية وبالتالي إذا لا زالت مستمر للدعم بالتأكيد سيستمر تقديم هذا الدعم لها إن شاء الله أيضا سنقوم بتقييم المرحلة الأولى من برنامج الدعم التكملي وفي حال كانت هذه الأسر المستفيدة حاليا عددها 55 ألف أسرة لا زالت مستمر للدعم سنستمر بتقديم هذا الدعم خلال السنوات الارتقامة نعم سيد عمر عزرا أقاطع كثيرا لكن الوقت يداهمني كلام كثير دار حول مصير دعم الخبز بصراحة في دعم؟ بالتأكيد دولة الرئيس أعلم بأن هناك دعم وسيكون إن شاء الله أعتقد حاليا نحن نرتب مع الحكومة بتحديد موعد مناسب لصرف هذا الدعم وأعتقد أنه لن يطول يعني إن شاء الله وبنعم أو لا سيد عمر هل تأثرت ميزانية صندوق المعونة بتدعية أزمة كورونا؟ بالتأكيد الأزمة وتدعياتها أثرت بشكل كبير على موازمة الصندوق موازمة الصندوق حوالي 150 مليون ضيف لها المبالغ التي كما أسلفت ذكرها وبالتالي كان هناك ضغط هائل على موارد الصندوق خلال هذه الأزمة إن شاء الله نتمنى أنه يخف هذا الضغط خلال الأشهر أو السنوات القادمة نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية نتمنى أن تتحسن الظروف الاقتصادية حتى يتم تخفيف الضغط نعم نعم سيد عمر قيمة دعم الخبز هل ستتغير؟ هذا يعود للحكومة أنا لحد الآن نعم لا معلومات لديك نعم مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر مشاكبه كنت معنا عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك